كشف المدير العام لجمالك الجزائرية أن هناك مقترحات ستقدم إلى السلطات العمومية خلال الأيام المقبلة من أجل الحد من ظاهرة تذخيم فواتر الاستيراد وأوضح فاروق بن حمادي في تسجيل خص به بقناة الثالثة أنه تم إنشاء مجموعة عمل منذ ثمانية أشهر يرأسها خبير اقتصادي ستقوم بإرسال تقرير في الأيام القاللة المقبلة إلى السلطات العمومية وستكون هناك تدابير فعالة من أجل مكفحة التذخم في الفواتر الاستيراد مشيرا إلى أنه في حين ثبوت وجود جريمة مالية يكون من المتأخر جدا التدخل في الإجراءات الخاصة بالجمالك لا تجري إلا في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستورد